الدين جاء فقط يا دكتور بشكل أساسي لربط الأرض بالسماء لربط الإنسان بمصدره بخالقه لا إله إلا هو لأن الإنسان إذا استغنى عن خالقه أو جهله يطغى فتفسد حياته تفسد حياته هو الشخصية ويفسد حياة الهيئة الاجتماعية برمتها الدين هدائي ووظيفته هدائية بشكل أساسي هو هذا جميل وما خلقت الجن والإنسان اللي يعبدون وحتى موضوع المعاملات تخيل أنت القرآن مثلا مقل إلى حد ما في المعاملات السنة فيها معاملات كثيرة حديث تنظم معاملات أكثر بكثير لماذا؟ لأن في نهاية المطاف النبي عليه الصلاة وفضل السلام كان يعيش في اجتماع في هيئة اجتماعية وكان هو طبعا رئيس هذه الهيئة ولا بد أي أن يكون له دور في تدبيرها ولذلك مثلا حين أتى من مكة إلى المدينة وحرم عليهم بيع السلف أو السلم يا رسول الله قالوا هذا البيع لا غناء عنا عنه لأن استغني عنه نحتاجه فمباشرة من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو الزمان إلى أجل معلوم تحتاجونه لا بأس ليس قضية نهائية مطلقة المهم أن ندبر معائشكم بطريقة تحقق العدل تحقق النصفة يعني يتحاشى بها الناس الظلم الوقوع في الظلم أو التظالم هذا المقصود لكن هذا ليس الهدف الأساسي للدين الهدف الأساسي حتى في كل قضايا المعاملات للدين يا دكتور مجموعة قيم موجهة قيم موجهة وهذا القيم عموما يتعرفها البشر أصلا لكن حين يأتي الدين ويربسها لباسا قدسيا تصبح قيما حتى دينية عندها مشروعية دينية بلا شك سطوتها وسلطته عنها استقوى وتتعزز هذا المقصود هذا المقصود لا أن المقصود أن الدين أصالة جاء لكي يعلمنا مثلا أحد المعاملات وكيف ندبر هذه المعاملات أبدا هذا لذلك شوف الفقه الإسلامي الفقه وسيع جدا أليس كذلك ولكن لا يقارن مثلا بالقنون الوضعي في سعته قنون الوضعي أوسع بكثير بكثير أنت ممكن في كتب القنون الوضعي من بلد إلى بلد أن تجمع مئات المجلدات في عاقد مثلا البيع مئات وتختلف عن بعض البعض لأن ما يصلح هنا لا يصلح هنا وما يصلح هناك لا يصلح هناك وهلما جرى لكن هذا شأن بشري والكل على فكرة هذه القوانين في مجمل إيهات تتوخم هذا كما قلت الإنصاف والعدل يعني نتحاشى بها الناس